مشاهدين تعتبر العقارات من أعلى الاستثمارات أماناً وأدرها دخلاً مستمراً كذلك لذلك قد يفضل المستثمرون أن يجعلونها جزءاً من محفظتهم الاستثمارية لتنوع مصادر دخلهم وتزيد كذلك من توازن المحفظة للحديث أكثر مشاهدين الكرام حول هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بضيفنا الكريم نرحب بالأستاذ إسماعيل إبراهيم الحمادي خبير عقاري وتطوير مشاريع أهلاً وسهلاً صباح الخير صباح النور حياة الله كيف الحال أستاذ؟ الحمد لله أي صدق الحال اليوم بنتكلم عن المال والأعمال والاستثمار وربما موضوعهم شريحة كبيرة من الناس قد يتساءلون يعني كيف ممكن يدخلون في مجال الاستثمار ويزيدون من فرصة مضاعفة أموالهم ولكن قد يجهلون الطريقة الأأمن وهناك مخاوف وهناك ربما تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع فلو نتحدث عن أهمية الاستثمار في البداية وما هي الطرق الأأمن؟ في البداية مثل ما تفضلتي لكل عمل محتاجين أن نحط الخطة والاستراتيجية اللي بنمشي عليها قبل لا ندخل في أي مشروع سواء كان شراء وحدة عقارية أو شراء مبنى أو حتى دخول في مشروع تجاري على سبيل المثال الخطة هاي تكون معلومة عن صاحبها بوضع الهدف اللي هو يبغي يعني أنا اليوم واقف على منطقة معينة أبغي أوصل إلى المنطقة الثانية بكل سلاسة وبياريحية وما تكون عندي مشاكل من خلال الاستثمار هذا أو اختياري للوحدة هاي أول حاجة لازم أسأل نفسي أنا الوحدة العقارية هاي اللي أنا راح أدخل فيها شو مخرجاتها؟ أنا اليوم هل محتاجة أني أنا أشتري وحدة عقارية اللي أكسب من وراها عائد استثماري سنوي أو أني أنا داخل بقصد التجارة اللي هي بيع وشراء الوحدات العقارية على مدى السنوات الجاية باعتبار أني أنا اليوم على الأشياء اللي موجودة في السوق عندي فرص أني أنا أشتري وحدات عقارية بنظام التمويل عن طريق المطور العقاري أو أني أنا أدخل بمساهمة من المال اللي عندي مع التمويل البنكي أو بطريقة ما أني أنا أشتري هذه الوحدة سواء كانت بالمشاركة مع أحد الأطراف اللي هما بيدخلون معي كمستثمرين أو أني أنا أدخل على حجم المال اللي عندي فلازم تكون عندي الخطة واضحة الهدف واضح وممكن تحقيقه الشغلة الثانية الميزانية تكون معروفة من أول يوم وين أنا راح أصرفها بمقدار أني أنا أوصل للهدف اللي أنا أبوي جميل كذلك أستاذ يعني ربما الكثير من المشاريع والمغرية للدخول في مثل هذه المشاريع واستثمار الأموال في العقارات وما إلى ذلك اللي حاب أن يدخل في هذا المجال ووفر الخطة وهناك كذلك المبلغ متوفر من المال فما هي الخطوات وما هي الأمور التي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار قبل الدخول في هذه المغامرة بداية بعد ما يحدد الوحدة العقارية أو المشروع العقاري اللي راح يستهدفه يدرس المشروع ويدرس السوق في المناطق المحيطة في هذا المشروع يشوف مثلا أسعار الوحدات الحالية كم وكم نسبة الزيادة اللي كانت في الفترات السابقة على أساس أن اليوم الإعلانات تجذبنا أن هي تكون هذه العروض مغرية أم لا لكن واقع الحال ودراسة السوق يبينون أن هل هذا المشروع فيه لمستقبل في زيادة الإرادات أو في زيادة حتى قيمة العقار لأن اليوم المشاريع المطروحة على الخريطة دراستها تكون مختلفة مخاطرها تكون مختلفة باعتبار أنه في عوامل ممكن تأثر على إنجاز المشروع في تدفقات مالية لازم تدخل في هذا المشروع عن طريق مشترين آخرين يمكن أنا أكون جاهز ماديا أني أنا أكمل نظام الدفعات لكن فيه تعثرات ممكن تكون عن طريق الشركاء اللي بيكونون معايا في نفس الوحدات العقارية اللي احنا شارينها فدراسة السوق أو دراسة المنتج بحد ذاته يخلوني شوية في مأمن عن أني أنا أتبع الإعلانات هاي أو أتبع المشورة الخاطئة أو الاندفاع خلف الآخرين في شراء الوحدات باعتبار أن هذه مثل الموضة صارت أن الناس تشتري خلاص نحن بعد بنشتري ونشوف شو بنحصل من وراها لكن اللي يشتري بدراسة يكون عارف أنه راح يستفيد من ورا هذا الاستثمار وكم العائد ورسوم الخدمات والتكاليف اللي بتكون عليه نعم إذن هناك تكاليف أخرى غير عن تكاليف المشروع نفسه تكاليف خدمات مثل ما ذكر تكاليف نعم في البداية قيمة العقار ما يشمل رسوم التسجيل مثلا على سبيل المثال ما يشمل رسوم الخدمات السنوية اللي بتكون على الوحدة العقارية اليوم أنا من السهل أني أنا أحسب مثلا مساحة الشقة بتكون 500 درهم سعر القدم في الخدمات بيكون 10 درهم فمعروفة الأرقام لكن هذه الأرقام ممكن أن تزيد التسجيل بيكون مرة وحدة لكن إعادة البيع بعد فيه رسوم في التأجير أنا مرتبط مع أسعار موجودة في نفس المنطقة وفي نفس العمارة وفي نفس الطابق فما بقدر أني أنا أتحرك بشكل عام فدراسة المشروع ومعرفة تفاصيل الرسوم والتكاليف وحتى الصيانة اللي داخل الشقة والجانب القانوني كذلك الجانب القانوني هذه لازم نتطرق لها بأسلوب آخر أني أنا اليوم لازم أقرأ العقد وأشوف الشروط اللي موجودة فيها سواء كانت شروط خاصة في الطرف الأول اللي هو المشتري والطرف الثاني اللي هو البايع وفي حال وجود نزاع أنا بلجأ لأي جهة معينة في حال التأخير أنا أي البنود اللي بستند عليها في حال الإخلال في بنود العقد أنا وين بكون في حالة فسق العقد أو أني أنا بنسحب من الاتفاق هذا شو الأشياء أو البنود الجزائية اللي عندي في العقد فما أتفاجأ وقت ما أنا أبغي أنسحب أو أن الطرف الثاني أخل أن أنا ما عندي الصفة ولا عندي الحقية في المطالبة في أي شيء جميل يمكن هنا تبرز أهمية الاستشارة استشارة خبير متخصص في المجال العقاري هو أدرى بهذه التفاصيل يوضحها للمستثمر علشان يكونون على بينه وتكون الصورة واضحة بالنسبة للمستثمر ويحسب حساب كل الاحتمالات التي لا قدر الله ممكن تصير ويكون ملم بكافة جوانب المشروع لو كان الشخص مثلا ما لجأ لمستشار عقاري وحب أنه روحه يصير يتعرف على هذه الأمور ويبحث على هذه الأمور ما هي الفرصة أنه ممكن يخسر أمور مادية كثيرة يمكننا نتكلم عن الجانب المادية أكثر واستشارة الخبير ممكن تجانب الكثير ربما من التبعات التي ممكن يكون غافل عنها حدثنا عن هذا الجانب بداية خلينا نعرف الخبير العقاري من هو هذا الخبير الخبير العقاري هو شخص محايد عنده خبرات متراكمة لسنوات اتأهل أنه يعطي المشهورة العقارية هذا ليصاحب المصلحة وهو ما يكون صاحب مصلحة يعني أنا اليوم ما أقدر أكون الوسيط العقاري في نفس الوقت أكون الخبير العقاري لهذا الشخص ليش؟ لأني أنا عندي مصلحة فالخبير المصلحة هاي لازم تكون بعيدة عن الصفقة اللي قاعد يشتغل عليها فنلجأ إلى شخص عنده خبرة ودراية بالسوق ما عنده أي مصلحة مثل ما ذكرت في العملية هذه عنده جوانب يغطيها كجوانب قانونية جوانب التثمين جوانب اختيار الوحدات العقارية واختيار الصفقات المناسبة في ظل معطيات موجودة يعني الشخص يكون عنده كذا عرض فيلجأ للخبير أنه شوف لي أي عرض منهم أفضل فالخبير هنا يقدر يقول له مثلا العرض بأفضل عن عرض ألف فيأخذ المشورة من شخص محايد ما له مصلحة وأنا أركز على موضوع أنه ما له مصلحة في هذه الصفقة لاعتبارات كثيرة لأنه في الآون الأخير أن تشهر مفهوم الخبير العقاري من أشخاص يعني لهم مصلحة في السوق فإساءة فهم اللقب أو الاستحواذ على هذا اللقب هذا اللقب يجي بعد سنوات من الخبرة سنوات من تفاصيل الصفقات التي ممكن مرت عليه في مراحل تعاقداته خلال السنوات التي اشتغل فيها في القطاع العقاري فبالتالي يقدر يعطي نصيحة الفعالة الفعالة التي ممكن توصل للشخص والتي تغطي له أغلب الجوانب سواء كانت جوانب فنية جوانب إدارية جوانب قانونية في العقد جوانب مالية في العقد جميل أن تكون هذه النصيحة موضوعية بعيدة عن الانحياز لأي جانب وما تكون هناك أهداف أخرى للخبير العقاري الاستثمار متنوع منها مناطق جديدة مشاريع قيدة للإنشاء أو مشاريع ستنشأ مستقبلا ومشاريع موجودة وقائمة فما هو الأفضل في الاستثمار؟ المشاريع المستقبلية أم المشاريع القائمة؟ وهل الإيجار أفضل أو التملك أفضل؟ بالنسبة للمقارنة بين المشاريع الحالية والمشاريع التي هي على الخريطة في الأول نتكلم عن نظام الدفعات نظام الدفعات هناك دفعة واحدة تدفعينها عند الشراء سواء كان المبلغ متوفر عن صاحب الصفقة أو عن طريق التمويل العقاري الذي يصير عن طريق البنك مشاريع الخارطة تعطيش أريحية في موضوع نظام الدفعات نظام الدفعات هذا ممكن يتم بالاتفاق مع المطور في كيفية دفع المبالغ سواء كان بيه نظام تواريخ معينة أو بنسب إنجازات معينة هذه بالنسبة للمقدرة الشرائية والجانب المالي نعم نشوف الجانب الاستثماري العقارات الجاهزة إيراداتها فورية مجرد ما الواحد يستلم الوحدة العقارية يبدأ في تأجيرها ويستلم المبالغ الخاصة بالعوايد فالمخاطر عندها معدومة تقريبا المخاطر تكون في المشاريع اللي على الخارطة باعتبار أنه ممكن في أي فترة من فترات يتوقف العمل في هذا المشروع أو يتأخر لسبب الأسباب أو الظروف القاهرة اللي ممكن تكون موجودة فيتعطل مخطط الاستثمار عند الشخص هذا فبالتالي يدخل فيه خسائر ككسب فائت ما يكون عنده فالمقارنة هذه تصير على شكل بسيط إنها واحد زايد واحد يساوي اثنين الاختيار يتم عن طريق اختيار الموقع المناسب هل المشروع هذا مثلا فيه جوانب ممكن تساعدني أنا فيه جني أرباح من وراء هذه الصفقة مثلا الواجهات المائية أهل مطلع على الجانب السياحي يعني يكون جاذب السياحي وحتى المناظر هاي أنه تساعد اليوم مثلا أنا اليوم عندي طلالات على مصطحات خضراء عندي طلالات على الماء مثلا سواء كان بحر ولا كان بحيرة صناعية ولا كان حتى قناة مائية فهذه ترفع من قيمة الوحدات العقارية باعتبار أنها تكون مستهدفة في شريحة تبغي هذه الاطلالات هي تشتري الوحدة هاي باعتبار أنها تملك هذه الاطلالات وهذا السبب الوحيد اللي يخليها ترتفع مثيلاتها في نفس المشاريع لأنها جاذبة بتكون نعم لو نقدم لسادة المشاهدين نصيحة كخبير في الاستثمار العقاري ما هو المجال حاليا الأنسب للاستثمار النصيحة اللي ممكن أقدمها لأي شخص بداية يدرس المشروع ثانيا يشوف الملاءة المالية اللي هو فيها وما يخاطر في موضوع الملاءة المالية لأن هذا الموضوع ممكن يسبب له مشاكل في المستقبل هو في غنى عنها نعم من الأساسيات اللي أنا أعتبرهم من الضروريات كذلك في اختيار الوحدات العقارية والدخول إلى السوق العقاري جميل إذن يجب أن يكون مستثمر عارف وملم بما له وما عليه من واجبات والتزامات وحقوق كذلك حتى يستطيع الدخول وهو ضامن يعني وفاهم كل الخطوات القادمة وما له وما عليه بالتأكيد أهم شيء من الجانب القانوني والمادي نحن نتمنى إن شاء الله أن يكون الجميع مستثمرين ويكونون الجميع إن شاء الله في نجاح واستفيدون من هذه الخبرات وسعيدين بحضوركم ومشاركتكم معنا هذه المعلومات كل الشكر والتقديل أستاذ اسماعيل إبراهيم الحمادي خبير عقاري وتطوير مشاريع شكرا جزيلا على حضوركم معنا شكرا جزيلا مشاهدين الكرام فقراتنا مستمرة وننتقل وإياكم إلى هذا التقرير المميز عن ديكور طاولات القهوة مع الزميلة سمر من ثم لنعودة